بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه رواه الدار كطني والحاكم وصححاه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم عن مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في شأن الكبير الذي لا يقوى على الصيام ومثله المريض مرضا لا يرجى الشفاء منه ولا يقوى على الصيام الله جل وعلا فرض الصوم على أهل الإيمان وذكر في فرضه من التسير ما يرفع الحرج عن أهل الإسلام قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وفي الآية التي فرض فيها الصوم في رمضان قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهذا الشريعة مبنية على اليسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر وكما قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فمن يسر الشريعة مراعاتها لأحوال الناس فالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه ولا يقوى على الصوم هؤلاء لا يجب عليهم الصوم بالاتفاق وهذا من المسائل التي أفادها الأثر فالأثر أفاد عدة مسائل أو فيه جملة من المسائل المسألة الأولى أن الكبير الذي لا يقوى على الصوم ومن كان في حكمه كالمريض الذي لا يرجى برؤه ولا يقوى على الصيام لا يجب عليهم الصوم بالاتفاق فلا خلاف بين العلماء أنه لا يجب عليهم الصوم لأن الله إنما كلف الناس ما يطيقون واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي يقدرون على الصيام لكن بمشقة ويصومون مع وجود المشقة الزائدة وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فهذه الآية كانت في أول تشريع الصوم كان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يفتدي من الصيام بإطعام ولذلك قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فمن تطوع خيرا أي زاد في الإطعام فهو خير له ثم قال وأن تصوموا خير لكم لما كان الصيام على التخير إما أن يصوم يخير بين الصيام وبين الإطعام إذا ترك الصوم وهو قادر عليه هذه الآية دلت على مراعاة ما يتعلق بالقدرة والطاقة في الجملة لأن الله ذكر الذين يطيقون ومن الذي ينبغي في حال إطاقتهم وتركهم الصيام لكن هذا نسخ في حق المطيق المستطيع بقوله تعالى فمن شاهد منكم الشهراء فليصم كما جاء في حديث ابن عمر وكما جاء عن ابن عمر وعن سلم ابن الأكوع وعن جماعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقي هل هي منسوخة في كل أحوال الناس حتى الكبير والعجوز التي لا تستطيع الصيام ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكبير والعجوز الذين لا يستطيعان الصيام يسقط عنهم الصوم ولا شيء عليهما لأن الآية قد نسخت وذهب جمهور العلماء إلى أن من لا يستطيع الصيام لكبر مرأة كان أو رجلا فإن حكمه باق استنادا إلى مجهة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح بخاري قال عن هذه الآية وعن الذين يطيقونه وفدية طعام مسكين ليست بمنسوخة إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان أي عن كل يوم مسكينا فدل وهذه المسألة الثانية أن الكبير الذي لا يقوى على الصيام رجلا كان أو امرأة فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا وقد فعل ذلك أنس بن مالك كما في صحيح الإمام البخاري أنه لما كبر أطعم عاما أو عامين كان يطعم خبزا ولحما عن كل يوم مسكينا وهما أشار إليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهذا الذي ذهب إليه الحنابل والشافعية في المشهور والحنفية وغيرهم وغيرهم من أهل العلم لكن هذا على وجه الوجوب وأما على قول المالكية وغيرهم فهو على وجه الاستحباب والخلاصة أن الكبير الذي لا يقوى على الصيام والمرأة العجوز للعلماء في صوم في ما يجب عليهم قولان القول الأول أنه لا شيء عليهم يفطرون ولا شيء عليهم لعجزهم والقول الثاني أنهم يفطرون ويجب عليهم الإطعام عن كل يوم مسكينا لأجل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه وفدية طعام مسكين فهذه لم تنسخ بل هي باقية في حق الكبير الذي لا يقوى على الصيام والعجوز التي لا تقوى على الصيام ومثلهم أيضا من لا يرجى برؤه من المرضى المسألة الثالثة ما الذي يطعم لم تحدد الآية لا نوع الإطعام ولا قدر الإطعام بل قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأنز كان يطعم خبزا ولحما وجاء عن بعض الصحابة أنه يطعم مدة بر وهو ملء اليدين ربع الصاع ملء اليدين المتوسطتين من الطعام ومنهم من قال يطعم نصف صاع ومنهم من قال يطعم من البر مد ومن غيره نصف صاع والصواب في هذا والله تعالى أعلم أنه يطعم ما يحصل به كفاية المسكين سواء كان ذلك بهذا التقدير مد أو أكثر أو أقل إنما المقصود أن يحصل به الكفاية والغالب أن ما أقل من المد لا يحصل به الأطعام فهو أقل ما يمكن إخراجه وهو ربع الصاع والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر